بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله سنتطرق في هذه المحاضرة بداية بـ Unit 2 وسنتتكلم عن المحرك البحث العلمي اللي هو Google Scholar إحنا في المحاضرات السابقة تطرقنا إلى كيف إحنا نقرأ الـ Paper Eccentric Paper أو Articles وتطرقنا إلى إيش مكوناته إذن في هذه الوحدة Unit 2 سنتكلم عن كيفية استخدام محرك البحث العلمي وما هي الطرق الأسرع والأنجع والطرق المنفرة للوقت والجهد في جلب وإحضار أفضل الأبحاث العلمية حتى يتمكن الطالب من الحصول على الأبحاث العلمية الخاصة في مجاله بطريقة سهلة وميسرة وبدون تعقيدات في البداية بنا نتكلم عن ما هو جوجل سكولار وما هي طبيعة عملي جوجل سكولار في البداية هو موقع تابع لشركة جوجل وهو محرك بحث علمي خاص بالأبحاث العلمية وهو محرك بحث علمي خاص بالأبحاث العلمية بقول لي هنا هناك أدوات موجودة لكشف والتنقيب عبر ملايين الأبحاث العلمية التي تنشر سنوية بعض المحركات البحث قواعد البيانات التي أصبح لديها طرق لجعل البحث عن الـ أسهل وأيصر والحصول على المعلومة بطريقة سريعة نسبياً بعض الأمثلة على محركات البحث العلمي وقواعد البيانات التي تتعلق بالأبحاث العلمية وجلب وتجهيز والتعامل والتعامل معها مع الأبحاث العلمية من أهم هذه محركات البحث العلمي اللي هو جوبل اسكولار طبعاً على أشهرها وعلى الإطلاق وأكثرها تداولاً بين الباحثين سراء كان متخصصين أو طلاب دراسات أوليا بقول لي بقول لي لها في مجال معين من العلوم الطبية الهندسية الفيزيائية إلا ما سمع عن جوجل اسكولار أو تعامل معه إنه محرك بحث مشهور ومعروف محرك بحث مشهور ومعروف كي وورد واحنا قدام شوية هنقول ليش لما نبحث عبر جوجل اسكولار يجب أن نبحث من خلال أو يفضل أن نبحث من خلال الكي وورد طيب في غير الجوجل اسكولار منصات بحث علمي خاصة بالابحاث العلمية طبعاً فيه لكن الجوجل اسكولار هو عشرها في عندنا الباب بير برضو هذا بقول ليسيرشارز كان يوز ديس بلادفورم تسيرس البابليكيشن يوزين بيو اي باب ميد اي دي ارك اكس دي اي دي كي وورد اوثر وهكذا يعني كل واحد من منصات او محركات البحث العلمي بيهتم في او له خاصية معينة وان كان في تشابه كبير ما بينهم احنا مش هنضطرهم كلهم لانه احنا مش هنشرح الا على جوجل اسكولار لانه هو الاهم واحد فيه في هذا المجال بقول لي ابرد فروم سيرشنج فور لبانت لتريتشار سيرشنج اي ديس باك اي ديس باك اي ديس باك ميزة الباب دير عن البوكل اسكولار انه هو بعد ما بتلاقي المقال العلميه اللي انت بدك اياها ففي مجال انه انت تعمل فيدباك انت والباحثين حواليين هذا الموضوع او حواليين هذه البيضة هذا الفيبباك بما يخص الريزالس او الميكدولوجي او الديسكشن وبالتالي هذه الامور صراحة جيدة وحلوة يعني تكون موجودة لما انت تكون مهتم في بحث معين خصوصا اذا انت طالب دراسات عليا وانت مهتم في بيبر معين حلو وكويس انك انت تشوف الباحثين والمخصصين في مجالك ايش كان رأيهم في هذا الارتكل وبالتالي هذه الميزة مش موجودة في الجوجل اسكولار موجودة في البابنير فانت ممكن تتعامل مع الاثنين بحيث انه جوجل اسكولار له مزايا اكتر من البابنير حقيقة ويمكن بقاتل البيانات اوسع اكبر منه لكن الميزة اللي هو انه انت تعمل فيدباك على الارتكل وتبدأ تعمل بين الارتكلام المتخصين في مجالك يعني هذا شيء جيد ويمثري لمعلوماتك في مجال انت مهتم فيه طيب طبعا احنا هنبدأ بالجوجل اسكولار ونشوف ايش المعلومات الممكن احنا ناخدها من خلال جوجل اسكولار طبعا احنا الهدف المحاضرة هذه ما ننساش انه احنا بدنا نعرف افضل طرق لاستخدام جوجل اسكولار طب احنا لاستخدام جوجل اسكولار لان نكون ذا كريم انا بدنا استخدام جوجل اسكولار عشان ان احصل على الابحاث العلمية في تخصص في المجال تبعي سواء اكون طالب دراسات العليا او سواء كنت مثلا باحث في مجال البحث العلمي مثلا في جامعة ومؤسسة المهم انه انا لا استطيع ان استغناء عن جوجل اسكولار في الحصول وقراءة وتنزيل وتخزين مقالات علمية محترمة من خلال جوجل اسكولار احنا نتعلم كيف انا ممكن احصل على الابحاث العلمية التي تهم المجال تبعي من خلال جوجل اسكولار للاستفادة منها والتعامل معها بطريقة العلمية بقول لي جوجل اسكولار لانشت انت 2004 بدأ شركة جوجل بانشاء جوجل اسكولار في 2004 وحطت منصف بحث علمي متخصصة الابحاث العلمية والمعلومات العلمية including the reviewed articles الارتكلز التي تم مراجعتها من قبل Theses اللي هما الرسائل العلمية المحكمة الماجستير والدكتوراه بوكس بريبرينت حتى الابحاث الليما قبل البضاعة from professional societies هذه كلها الامور من المؤسسات اللي هما متخصصة في البحث العلمي او in-line repositories او universities and other websites فالجوجل سكولار اللي تأسس من خلال شركة جوجل عام 2004 هو منصة بحث علمي متخصصة في الابحاث العلمية والابحاث العلمية مش بسر الرسالة العلمية وكما البوكس اللي هما الكتب المتخصصة في المجال البحث العلمي ايضا وهذا طبعا من بجيب قراد البيانات هذه من وين بجلب البيانات من مواقع الانترنت من القراد البيانات في الجامعات في الـ online repositories اللي هو المواقع تخزين الـ data basis للأبحاث العلمية المؤسسات والشركات العلمية المتخصصة وما الى ذلك كل هذه تعتبر مصادر للـ data اللي بتعمل معها جوجل اسكولار طيب عشان نخش في النضوع على طول بيقول لي جوجل اسكولار search result page لما انا بدي اتعامل مع جوجل اسكولار وابدأ في البحث العلمي بقى احط بعض الكيوردز او جملة بدي اياها او مصطلح طبي بدي اشوف ايش البحاث العلمية فحتطلع معايا نتائج الان صفحة النتائج يجب ان يكون انا اعرف اقراها جيدة احنا هنا طبعا هذا مثال امامي على صفحة النتائج وبقول لي هنا the first two lines core bibliographic information اللي هما المعلومات اللي بتخاصة في النتائج والخاصة بكل بحث خرج معانا في النتائج طيب bibliographic information السطر الاول هو بتديني العنوان بطلع معاك اللي هو باللون الازرق هنا السطر الاول بديك العنوان بقول لي هنا the first line of each result provide title of the document العنوان تبع paper او article اللي انت ممكن يلزمك او ممكن ما يلزمك او ممكن ما يلزمك اش انت بلك تشوف ممكن ممكن يكون العنوان هذا ممكن يكون article ممكن يكون book ممكن يكون chapter من كتاب ممكن يكون report المهم هو document علمي اللي هو علاقة بالكيوورد اللي انت حطيتها في البار البحث اللي بحث في google بقول لي second line اللي هو السطر التاني هنا provide bibliographic information about document هذا اللي هو bibliographic information about document بالترتيب اللي هو authors هنا بحطلك في البداية من الشمال الى همين اللي هو authors بعدين journal او book it appears in طيب هو بعد authors بيجيب لك اللي هو المجلة او publisher الناشر اذا كان كتاب بيجيب لك اسم الناشر اذا كان paper بيجيب لك اسم journal وهكذا طول هذا مباشرة اللي هو اسم الباحثين وبعدين بيجيب لك السنة وهكذا يعني هذه معلومات عن document الان بيقول لي هنا اذا كنت اضغط على المجلة الان بيجيب لك الان بيجيب لك الان بيجيب لك الان بيجيب لك على طول على الناشر او موقع المجلة اللي هو open access لهذا document وطبعا انت تستطيع انك انت تقرأ abstract وتقرأ document بشكل كامل full text اذا كنت تعملوا download وما الى ذلك احنا لو عملنا يعني مثال هنا وقلنا انه هيا عندي مثلا انا هنا google scholar وقلت انا بدي يعني ابحث عن مثلا اللي هو ال diureal disease ال diureal disease هنا مثلا عملت click عليها هنا بيطلع معايا لاحظوا ان هذه الصفحة اللي بتطلع امامي هي صفحة results اللي احنا حكينا عليها فبيكون هنا امامي اللي هو العنوان هنا امامي العنوان وهنا طبعا النتائج اللي طلعت معايا 115000 results النتائج اللي طلعت معايا 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 اللي لاحظ هنا انه ال diureal diseases عنوان document GT Couches هذولة اللي هم authors هنا العام النشر سنت النشر وهنا الموقع اللي هو e library هذي طبعا document موجود باتا بيز جايبينها من e library مكتبة وورد bank.org وهكذا هذا المكان اللي هو تم جلب هذا document منه والموجود امامي هنا ملخص قصير عن document وممكن يكون abstract هذا بالنسبة البداية اول ما يطلع معايا فانا لو انا بدي اهتم فيه وبدي اشوف ايش اللي لقيت ما هذا بعد مجرية abstract بناسبني فأعمل click عليه ناخد افتح في صفحة خاصة بلاش نفس الصفحة فبفتح معايا document بال e-library هاي نفس e-library wordbank.grouping والعنوان هاي e-library لحظوا انه e-library.wordbank.org وهنا نفس الاشي e-library.wordbank.org فبالتالي هذا هتقول بواديني على الموقع تبع قاعدة البيانات اللي موجود محفوص فيها وعندي هنا اللي هو abstract اللي موجود امامي طبعا هنا في مجال انه انت تعمله هايوبيدافت تعمله download وممكن في مجالك انت تفتح full text بواسطة الصفحة انترنت عادية او تنزله download عندك وبديلك حجمه هاي نوص ميجا بايد هذا بالنسبة لهذه الجزئية الان احنا هنكمل احنا بقولي هنا النمر اثنين quick full text access options بعدما انا نظرت الى المنظر امامي وطلعت الرزق وطلعت كيف عندي كمية الرزق الكبيرة هذا كمية كبيرة مش معقول انت تكراهم احنا قلتها هنفرجيك كيف انه ممكن احنا يعني نقلس من العدد الكبير هذا بحيث انه العدد الكبير هذا يتم تقليصه حتى استفيد من اكثر عدد ممكن من papers بحيث انه بحيث انه لانه هنا لما احنا بنكتب direal disease مثلا عن السلمونيلا حيطلع عندي طبعا انا حتى لسه مخصص انا بدي دياريال disease بما يخصص بدون السلمونيلا وحديك هندكر ايش يعني الشرطة هدي لك لا انا بدي اشيل السلمونيلا مثلا هنا اشيل واخلي البحث فقط على دياريال disease واعمل له clicking حلاجي انه هنا تصار عندي 167000 كانت 115000 صارت 167000 لانه كنت محددها ببعض المحددات الان انا اصبحت مخطوح عندي فصارت عندي 167000 طبعا في الاشياء كتير كيف انه انت طالك تخصص تخصص في البحث حتى تجد اللي بدك اياه بالظبط لانه الدنيا عائمة لانه لانه لما انت بتحكي على دياريال disease هو بيتعامل مع الكلمة بشكل مطلق وبيجيب اي اي دوكمنت الو علاقة او ذكر كلمة دياريال disease وبالتالي كل الدوكمنت اللي مذكورة فيها ضياريال disease سواء كانت هذه دوكمنت هي بتهمك او بتهمك او مش هو المطلوب هو بيجيب لك كل ال scientific documents اللي هي تتكلم فيها مذكورة ضياريال disease فممكن scientific documents سيكون book وشابتر او 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 بقول لي هنا quick full text access options to the far right of the entry are more direct options for obtaining full text على الاعلى الجهة اليمين من صفحة result هلاقي في عندي options لفتح الملف بشكل كامل وقراءته بشكل كامل اما هذه بتكون الفتحة المتوفرة عندك اما بتكون هذا الملف على شكل pdf او على شكل صفحة انترنت بلاحظ هنا انه هذا العنوان زي ما حكينا وهنا bibliographic information فهنا عندي مثلا pdf معناته لما انا بلاحظ اشارة pdf معناته هو available وموجود متاح فل تكست وموجود لدى google abyss.com هذه مؤسسة google abyss.com موجود فيها وهو جالبه هذا الدكومنت من google abyss.com لو احنا نرجع للمثال تابعنا فبلاقي انه الديارية الهزيز هي موجود ك HTML يعني صفرة انترنت على موقع nih.government وبالتالي هذا الموقع متوفر وموجود طيب الان هنا مش متوفر على شكل pdf ولا html وممكن يكون هذا اللي هو يعني بطلبه له رسوم او فيز هنا نفس الاشي اللي هو global progress in control of disease مش متوفر باجي هنا الانتي microbial resistance in organism causing the real disease بلاقي انه هنا متوفر pdf على موقع اسمه iub.com وبالتالي انا لو اعملت كليك عليه هنا بلاحظ انه هيكون معايا هيو بدأ هنا ينزل ينزل معايا ويفتح هيو مفتح معايا لوحده على صفحة منفصلة هيو antimicrobial resistance in organism causing the real disease هنا antimicrobial resistance in organism causing the real disease وال rb sac اللي هو الكاتب هذا اللي هو هيو rb bradley sac الكاتب هذا المقال تم نشره سنة 1997 و المكان اللي تم الموقع اللي تم جلب هذا المقال من academic.oub.com اللي جاب منه جوجل ستولار جابه منه وهذا ملخص الان عندي اصبح هذا الملف الملف زي ما ترى اربع صفحات وتقدر انك انت تستطيع تقرأها وتافد المعلومات والبيانات اللي بدك اياه منه في حال انه انت اعجبك ولقيته مناسب لشغلك طيب نرجع ثاني هنا كمان برضو pdf موجود من موقع wordbank.org هنا مش موجود هنا هذا موجود وهكذا وبالتالي انت تستطيع انك تتنقل بين الصفحات الثانية والثالثة وتشوف ايش اللي بناسبك وتنزل اللي بدك اياه طيب نرجع ثاني هنا ل النمرة ثلاثة بعد اوجاب النمرة ثلاثة هو بقولي انه الـ quick full text access options وعرفنا كيف بدنا نخش على full text access طيب الان بقولي abstracts are free available for most of articles طبعا انت بتلاحظ هنا حتى لو نرجع للصفحة الاولى حتى الـ documents اللي مش متوفرة عندي free download موجود في abstract موجود في abstract هذا موجود تقريبا لجميع الـ documents اللي تطلع سواء كانت هي freely downloadable على الانترنت او مش free هادي بدها fees بلاحظ انه دائما في هند ايه بعض كم من سطر اللي هو abstract هدا الشيء الهدف منه انه بقيتك فكرة عن document وهل هي بتناسبك ولا بتناسبك كاش بقولي هو reading the entire article may require subscription database احيانا بالضبط يعني هو بيقولك انه بتديلك ملخص اللي هو الملخص الامام هنا لكن في بعض الاحيان الملخص بقيت هو المتوفر لكن document ما بنفعش ينفتح معك ولازم يكون فيه subscription مسبق او تدفع fees مسبقة وهكذا لكن هو بنصح بيقولك don't ever pay for articles او تدخع لارتكل لانه الاصل انه فيه اكثر من طريقة لجلبها ولتوفيرها بدون ما تدفع الفلوس فهنا بقولي don't ever pay for articles تدفعش لارتكل طيب ايش مني نعمل يعني انا بدي الارتكل الارتكل هذا global progress in control of daryal disease طيب انا الان لو بدي افتحه بصفحة مختلفة طيب هشوف ايش يطلع معي هاجي انه الفتح معي لكن الملف كامل مش موجود زي ما تشاهدين هايو فتح الصفحة هذه وبعدين جالك اذا انت بدك تشتريه اذا بدك المهم توفره لازم يكون مسبق ولازم يكون وهكذا المهم هو مش متوفر الان بدي لك related article وهكذا لكن الارتكل هذا مش متوفر هايو بطلب لك buy يعني معناته ان هذا مش free على الانترنت لانه مش هطلت لك الاشارة انه downloadable وبالتالي هو حطلك اشارة هنا قال لك buy وبالتالي هذا لازم يدفع الفلوس احنا بنقول ما تدفعش الفلوس طيب ايش الحال طيب ايش الحال بقول لي نمر واحد click link طيب اذا كان موجود على اليمين ماشي اللي هو زي الحالات اللي ذكرناها هنا مش متوفر بقول لي click all versions under the research result and check out alternative sources الآن في نقطة غاية في الأهمية لما بيجيني لبحث زي هذا هو بقول لي انه في هنا اشارة بقول لي all seven versions ايش يعني all seven versions يعني انه في مواقع قواعد بيانات ومواقع انترنت ومؤسسات علمية و journals ممكن تكون هذا موجود عندها ويكون متوفر مجانة فانت بالنسبة للمجلة هذه اللي هي journals www.com هي ما بتوفره لك مجانة لكن هو اللي بقول لي all seven versions معناته السبع مواقع او سبع journals او سبع مؤسسات database ممكن انه موجود في عندها هذا document وبالتالي ممكن يكون في free فانت في محاولة منك نفتح على 7 versions المفروض انه 7 versions يدوني نفس العنوان لانه المواقع الأخرى التي تحتوي على هذا document فبقوم بعمل click عليهم الآن لاحظوا نفس document global process in control of the real disease يعني الإجراءات العالمية للحد من الضير المواقع المختلفة لمحركات النقاوات بيانات فهنا الموجود طبعا الان ممكن يكون هذا الحل يعني يديلك الحل وتلاقي انه هما بعض الواقع تبديلك توفر لك هذا document free وممكن ما يكونش في حل وتلاقي انه ممكن الكل مسكر فنحن لو بنا نرجع مثلا ثاني هنا ونلاحظ نشوف هنا مثلا نشوف المقبال الثاني هنا اللي هو برضو مش متوفر free وهنا قال لي فيه all pages فيه خمس مواقع أخرى ممكن متاح عندها فبقول لي ياريت تشوفه فالان عندي هنا هي في عندي خمسة results اللي هما نفس العنوان هنا برضو لو جينا نهدحنا الأولاني الموقع الأولاني برضو هلاقيه مش متوفر فهذه مش بضرورة نحن نلاقيه متوفر بهذه الطريقة لكن هي محاولة قد تجد بعض المواقع تفتح لك document مفيش أي مشكلة طيب هذي طريقة يبقى احنا الطريقة الأولى انه احنا يعني بنروح ذا ما لقيتش انه متوفر على الجهة اليمين انه document freely available عندي فهم أول اشي بسويها هنا بروح الى 5 versions او يعني المواقع الأخرى الموفرة لهذه document ودائما في كل document ستجد 35 versions 5 versions 7 10 versions وهكذا ومفيش مشكلة يعني هنا المسال ال 6 هنا 10 versions فانت لو جيت هنا وطلعت على 10 versions نفس document اللي فوق هتلاقي ان هذول موفرين الموجودين لكن مش بضرورة يكون موجود عندك document لكن احيانا بتجد انه هذا حل من الحلوة طيب يبقى لما انا بلقيش document freely available الانترنت اول يروح على all versions اللي موجودة هنا وفتش هل هناك بعض المواقع او gmails الاخرى اللي بتوفره في الانترنت هنا طبعا related articles وكمل الادف هنا بقولك view as ht صفحة انترنت افرض انه اما انا روحت على versions وما لقيتش اللي بدي اياه او ما لقيتش حدا موفره بالمجاني بقولك related articles or cited by وهدي المقطة مهمة جدا روح على related articles or cited by under search result to explore similar articles to explore similar articles يعني الان هما ايش بقولك اذا ما لقيتش احنا خلينا مثلا هنا اللي هو اللي هو العنوان اللي هو global process in the control of diarrheal disease اللي هو الاجراءات الدولية حتى اتحد من diarrheal disease طيب الان بقولي ما لقيتش بالvirgins انا رحت على هين ومفتحت عليها ما لقيتش في اي مكان من المواقع الموجودة هنا في versions الاخرى مش موفر لي free طيب ماشي هو في حال تاني بقولك روح على related articles او cited by ايش هدول ان مستفيد منهم وين related articles تابعنا related articles هذه related articles هذه related articles هي articles اللي ها علاقة بهذا الموضوع اللي ها علاقة بهذا الموضوع بالتالي لما انت ايش اللي بدك اياه من هذا document انت بدك الاجراءات العالمية او الدولية للحد من مرض او امراض الاسهال انت مش بالضرورة انه انت بدك هذا البحث خاص نص لانه هذا البحث بتكلم عن معلومة موجودة هذه المعلومة في related articles يعني المعلومات اللي انت بدك تحصل عليها من الاجراءات الدولية او الاجراءات العالمية للحد من امراض الاسهال هي المعلومات موجودة في related articles فاذا كان هذا document خاص نص مش متوفر فري على الانترنت او مش الانترنت انت ممكن تأخذ المعلومات اللي هي ذات العلاقة بالمعلومات الموجودة من خلال related articles طيب الان هذا حل طبعا هذا حل لانه هو بوفر لك مدير فانت بتعمل click على related articles وهي طلع عندك هذولا كلهم عندك اللي هو 101 results فطلع لك 101 documents هذولا 101 documents بيتكلموا عن الإجراءات الدولية لمحاربة امراض الإسهال وبالتالي انت هنا اصبح عندك هنا في document متوفر وفي documents ثانية طبعا بالتأكيد هتلاقي documents ثانية موجودة مثلا هنا وان كانت قليلة هاي كمان هنا مثلا gastric abnormalities in cholera epidemiological and clinical consideration وبالتالي يعني في بدائل عن هذه document هاي كمان في عندي pdf وهي كمان في pdf هذولا كلهم هاي كمان واحد هاي اثنين هاي ثلاثة هذولا كلهم documents بتكلموا عن الإجراءات الدولية اللي هي الحد من أمراض الإسهال هنا طبعا هاي موجودة فاحنا مرد معانا حوالي 15 او 16 document هنا كمان موجودة في كل صفحة هتلاقي لك 2 ثلاثة كل هذولا documents ذات علاقة به global process وبالتالي بتصير انت مش اسير لهذا document وفي عندك بدائل والبدائل free زي ما احنا شايفين في كل صفحة بفتحها بلاقيه 2 3 او 4 كل هذولا بتكلموا عن global process لمكافهات الضيرية diseases وبالتالي انت مش مضطر لهذا الآن اذا انت مضطر له خاص نص هذا موضوع اخر لكن انت بالغالب انت المعلومة تجدها في related articles طيب هذا حل طيب الحل التالي قال لي روح على حاجة اسمها cited by cited by cited by يعني هذا بيجيب لك عدد الابحاث العلمية اللي اخذت اقتباس من هذا document عدد الابحاث العلمية اللي هي اخذت اقتباس من هذا يعني انا عملت بحث علمي وقمت البحث العلمي اللي هو ايه من هذا document الآن ماذا يعني ذلك يعني ذلك انه الابحاث اللي اخذت اقتباس من هذا البحث بالتأكيد لها علاقة بهذا البحث ولا علاقة بموضوعه ولا علاقة بالمعلومات اللي هي موجودة هنا وبالتالي انت بتتكلم عن الابحاث اللي اخذت citations او اقتباس من هذا البحث بالتأكيد هي تتحدث عن نفس الموضوع وبالتأكيد هي تتحدث عن معلومات اكتيرة قد تكون موجودة هنا او اكتر منها الميزة الجميلة في cited by 259 انه الابحاث اللي اخذت اقتباس هي بالتأكيد احدث من البحث نفسه يعني لما انا بقول انه هذا document اللي هو global process نشر في 1990 نشر في 1990 الآن اللي اقتباسوا منه وقتش بالتأكيد بعدي مش ممكن يكون قبله لانه قبل كده ما كانتش موجود قبل 1990 وبالتالي هذه الابحاث ال 259 بحث هذه الابحاث ال 259 بحث اللي تم عمل اللي اخذت اقتباس من هذا البحث بالتأكيد هي كلها احدث من 1990 فانت فالصايت الضيب بتجيب لك ميزة انه اول ايش بفتح لك 259 document اقتبسوا من هذا البحث وهدول documents بتكلموا عن معلومات بطريقة احدث من اللي تكلم عليها هذا document لانه ممكن يكون واحد منهم ممكن يكون واحد منهم سنة ال 2000 ممكن يكون واحد سنة 2015 واختبس منه 1990 وبالتالي الشيء الجميل انه documents ال 259 اللي اخذت اقتباس من هذا الملف او هذا document هي احدث منه لكن related articles مش بالضرورة related articles ممكن يجيب لك هو اقدم منه وممكن يجيب لك احدث منه وبالتالي لو انا هنا جيت ال related articles هو قلي هنا related articles ال related articles كان عندي 101 طيب تطلع هنا هتلاقي هنا related articles 1988 ليش؟ لان هذا related articles هذا محدش اقتباس منه عشان يقول والله يطلع اجدد منه ولازم يظهر بعدي لا هذا ممكن يكون 1950 related articles وبالتالي عندي ممكن يكون 1996 1996 يعني 1990 1996 91 90 92 اي تاريخ ممكن يكون موجود هاي هنا 1948 تخير هاي 1948 هذا related articles related articles وممكن تلاقي الفين هاي 2000 فالrelated articles هذه ما نهاش علاقة انه هي احدث او مش احدث هذه بجيب لك اي بحث هو يذكر الموضوع هذا ويفصل فيه بجيب لك اياه سواء كان قديم او جديد لكن الصايتد لا الصايتد لازم يكون احدث منه لانه هذا 59 بعد هم اقتبسوا منه ومدام اقتبسوا منه يبقى طلعوا راحوا للجديم اللي هو يعتبر هذا واجابوا منه اقتباس ونشروه بعد سنين طيب خلينا نفتح هنا على الصايتد باي طبعا هنا في 259 لكن انت ممكن يكون هنا 222 هنا 253 كل هذول الارقام معناته هنا يعني 222 معناته في عندك 222 بحث علمي اقتبس من هذا البحث العلمي المنشور هنا هنا مثلا 213 وهكذا فخلينا نشوف هنا 259 ايش بطلع معنا فالصفحة طلعت معنا هنا سيجيب لي كل اللي هم الابحاث هين 259 واحنا تكلمنا عن هنا 259 فهو جاب لي اياهم كل هيتهم 259 الابحاث اللي هم اللي خرجوا ما بعد البحث هذا واخدوا منه ابتباس وبالتالي هنا مش ممكن تلاقي تاريخ اقدم من تاريخ البحث اللي احنا كنا نتكلم عليه اللي هو هذا اللي هو البلوبن هنا اللي هو بعض منها فريلي دولوابل على الانترنت والاخر مش دولوابل وبالتالي تستطيع ان كنت تروح لهم المتوفرات BDF أو HTML وتاخد من الابحاث اللي اخرت اختباس اللي هي ذات علاقة واحدث من الاخر من الاخر من الاخر وانت تنقل بين الصفحات ستلاقي انه العديد العديد منهم مفريلي دولوابل على الانترنت وما فيش عندك مشكلة تستطيع انك انت تنزل اي واحد فيهم وما فيش عندك مشكلة ملاقيتش في الالترنت روح على اللي هي Related Articles أو Cited By وهناك هتلاقي العديد العديد من الابحاث الاحدث والمتوفرة بفري على الانترنت تستطيع انك انت تنجل اللي بدك اياه حسب اللي بناسبة بعد كده بقولي bottom line Cited By Count and Other بدنا نتكلم على كلمة اللي هو مهم جدا اخوانا اللي هو اللي حكينا عنه في عملية الصيت فلو انا بدأ ارجع هنا مثلا على كلمة الصيت هنا كل بحث اللي معايا لازم اكتب لك قديش الابحاث اللي اقتبست منه كل بحث عندك هنا هاي ساتبت كده ولو انا بدأ امشي كمان في الصفحة التقانية برضو صفحة التقانية برضو هنا ساتبا 70 107 هذا 5 مش كتير طيب هذا 41 هذا 113 طيب ايش بقدر اقرأ انا في هذا الكلام انا بقولي هنا بلو بلو تكست سنبت اللي هو ملخص او ابستراك اللي بتكلم هنا يعني هنا السنبت او ابستراك هنا السنبت او ابستراك بكل تحتها هتلاقي انه اللي الموجودة يحبنا اللي اتضرب المؤكد من الموجودة سيجب من الموجودة و الأن أقرأ اكتبست منه اقتبست من مين ؟ من الرسورس اللي فوقيها اللي هي اللي هنا 113 اقتبست من هنا ال91 اقتبسوا من هنا وهكذا طيب الآن بقول لي هنا That is a super useful feature يعني كثير كثير هذا البطن مفيد جدا That can help you in many ways طيب الآن أنا ممكن استفيد من الاي كونة اللي هو Cited by بكثير كثير من الحاجات نرجع مثلا عشان نطلق على مثالنا اللي هو Global Process طيب الآن هو بقول لي هتستفيد كثير منك ايش مستفيد منك بقول لك First It is good way to track the more recent research that has reference this article طبعا لانه هو بقول لك اذا قلنا انه الميزة الاولى انه بيعطيني ابحاث اقتبست من هذا البحث وطبعا بالضرورة مدام اقتبست يبقى هو اقدم منها يبقى هي احدث وبالتالي أنا بيعطيني حاجة حديثة وإلها علاقة بالموضوع وبالتالي أنا مش مضطر لهذا الدكومنت اللي هو مش متوفر مجانا على الانترنت الانترنت طيب الميزة الثانية الايقونة cited by بقول لي and second the fact that other researchers cited this document length greater credibility to it بقول لي انه لما بكون في عندك document و له هذا العدد الكبير من الاهتمام من الباحثين والاقتباس منهم معناته هذا بيدي لك إيحاء وانه الدكومنت اللي انت بتك تاخد منه المعلومة هو document ممتاز ودكومنت محترم وبالتالي بيدي لك فائدة ممكن انك انت تستفيد منها جيدا يعني لو جينا هنا مثلا على الأولاني اللي فتحناه عندك هنا 213 222 259 256 357 يبقى هنا في اهتمام اكتر فبلاحظ انه في الصفحة التانية لاحظ انه في 70 في 107 في 5 لاحظ انه هنا يعني الان في 5 معناته هذا اقل لكن بدك تنبيل شغلة انه صحيح هذا 5 لكن 5 ليش لانه هذا منشور في 2018 فانت بدك تنتبه اي نعم الرقم مهم جدا لتقييم الدوكيمنت انه هو مفيد وراقي ولا لا لكن في نفس الوقت انت اطلع على السنة فمش الديارية الديارية هنا هنا نظلم هذا ونقول هاي خمسة يبقى هو مش كتير لا ما هو دربالك هذا 2018 احنا احنا لما نجينا نرجع للدكم التي تتكلم عليه هنا 2016 2013 طيب الجلوبال هو في 1990 في 1990 كان 259 تخيل من 1990 يعني انت بتتكلم في 2020 تتكلم عن 30 سنة في 30 سنة صار له 259 مش عدد كبير هذا بجمعنات وانت ما توهمش في الرقم العالي هنا اللي بيحدد اطلع على السنة النشر مع الصيتيش اللي هنا موجود عندك لاحظ هنا مثلا في 2016 هنا عندك 213 213 هو 2016 طيب هنا يعني انت بتحكي عن 24 وصل 223 هنا في 30 سنة وصل 259 فهذه الملاحظة غاية في الاهمية بيدللك الى اي مدى الموضوع في غاية الاهمية هنا مسافة 2001 2001 تكلم انت عن 19 سنة بس 38 citations اللي صار لدوكمنت هذا لو جينا هنا مثلا اخذنا نظرة 2077 من 1984 في عندك 107 citations وبالتالي هذا دلال على الضعف انه تحكي عن 36 سنة هنا مثلا 41 من 2006 2010 91 145 2011 وهكذا يعني انت فبالتالي العدد العالي والكبير من citations هذه دلالة على اللي هو رقي وكديش مهم جدا وفي بعض citations يوصل لالاف يعني ممكن يكون بعض المحترمة ممكن يوصل الى عدة الاف من citations خلال الفترة انت عندك هنا 2019 انت في عندك هنا اثنين فقط طبعا جديد لانه لسه جديد انت عندك هنا 1958 انت عندك 229 وهكذا فهذا الامور بدك تنتبه لها فهذه الفايدة التانية انه مؤشر على انه قديش الرقم citations اذا كان عالي قديش هو معناته المفيد وجيد والناس العلماء والباحثين بيهتموا فيه الان هم بس بقولي هنا طبعا نفس الكلام بطبيع اوير بدك تنتبه للسنة لانه في السنة لما بدك تمشور انت تكتب بحث في 2017 وبدك تمشي في اجراءات النشر بدك تاخد على الاقل فيه 6 شهور وحكينا الكلام هذا وفيه بعض الاحيان بعض المجليات الراقية والمجدية والمحترمة بتاخد اكثر من 6 شهور تاخد 7 شهور 8 شهور وحيانا سنة وبالتالي هو قعد سنة ما انتشرش فتقولي هناك therefore an article published in 2017 will not have an extensive number of citation by the result it take minimum 6 شهور اي بحث انت بتنشره في 2017 مثلا او 2018 هتلاقي انه بيبدأ ظهور الصيتيشن number الصيتيشن number خلال 6 شهور و7 شهور عشان هيك انت لازم تاخد هذا الكلام في ان الاتبار لانه ما فيش البحث بنزل اليوم وبتلاقي تاني يوم بنزله صيتيشن وبالتالي بدك تصبر عليه عامل من الناس ما تجراه وتلاقيه وتفتش عنه وتعتر فيه وتاخد منه صيتيشن ويطلع الصيتيشن كمان ينشر ويطلع علاقات البيانات وجوجل اللي لجيه هذا كله طبعا بيأخد مني ما من 6 شهور عندما كانش اكتر فانت بتاخد هذا الكلام بيعني الاعتبار التواريخ بالعدد لعشان ما نظلمش الجصه هذه فيه هنا انا كتبت ملاحظة مهمة بقولي هنا بعض النتائج اللي تطلب لديك في البحث ممكن ان لا تكون لها علاقة بموضوعك وانما تم ذكر الكلمات المفتاحية التي ادخلتها مرورا فقط لذلك لتحديد من الابحاث الظاهرة في النتائج انتو اهمية قم بفحص المناحظة هذه مهمة جدا عشان كتبتها وافردت لها جانب لما انت بتدخل على جوجل هنا مثلا وبتقوله انا دورلي على هو بتعامل مع كلمات لكن ممكن يكون موجودة في دوكومنت هو مش كثير علمي ومش كثير نافئ لك كلما كان الرقم كبير كلما كان احتمال ان يكون هذا البحث مهم وضوع علاقة مباشرة بموضوع فيجب الانتباه لهذا البحث الذي قامه الصيتيشن نمبر عالي فالابحاث الالها صيتيشن نمبر عالي اهتم فيها واركز عليها واهتم كمان في السنة طلق على السنة تستطيع بعدها ان تبحث عن طريق الكلمات المفتاحية في الابحاث التي خرجت تديك من الصيتيشن فهذا سيوفر عليك جود كبير الآن انا لما اجيت واطلعت على البحث الامامي اللي هو خلينا نرجع هنا مثلا وقلت انه والله هذا البحث ممتاز ومفيش مشكلة وانا مثلا هنا 2016 واطلع لمتين وطلع كويس طيب من خلال الصيتي الظنبر اللي بطلع معك هنا تفتح عليهم و تعمل بحث كمان معمق أكثر من خلال الصائد الزنبري هنا فبكون عندك النتائج التي ستحصل عليها أفضل وأسرع في هذا المجال نأتي بعد ذلك الخطة اللي بعدها و قلنا بالنسبة للفيرجينز هنا و قلنا القواعد البيانات و المواقع اللي بتحمل نفس الدوكومنت اللي هنا مثلا فبتقدر تحصل علي الموطع من خلال مواقع أخرى مختلفة قد تجد فيه انه الدوكومنت اللي لاجئ تكون موجود عندك كفري على الانترنت بقول لي هنا Clicking the Quotation mark icon will disable pop up with commonly used citation formats such as MLA, ABA, Chicago, Tarfield فيه عندنا هنا Clicking the Quotation اللي هو القاصلتين اللي هنا بيعطيلك كيف انه يظهر عندك اللي هو reference formal فلو احنا مثلا هنا Clicking the Quotation حيطلع معي reference جاهز و كتابة reference جاهز لانه انت لما بدك تاخد مثلا 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 هذا البحث اللي ديري الديزيز اللي هو منشور في 2016 فلو اجينا للقوتيشن هنا و بيطلع معي مباشرة اللي هو reference تابعه و آلية كتابته طبعا الـ MLA و EBA و شيكاغو و هارفورد و غانكوبر كل هدولا طرق كتابة reference فبدل ما انت تيجي تفتح على الـ document بالطريقة مثلا هنا حسبين مثال نيجي لاللي مقطوح معي BDF و قلنا انه بدي اعمله download فبفتح معي اعملنا له download هنا و هيفتح معي بالشكل هنا فبدل ما انه انا انقل العنوان وبعدين انقل الآخر و انقل اسم المجلة لا هو بجيب لي جاهز و مسجل عندي فالملف اللي هنا انت ميكروب رزيستنس in organism posing the real disease ايو مدول عندي هنا لكن بدل ما انا اقل انقل في العنوان و انقل في الاخد اضغط على القوتيشن اللي هنا مثلا بيطلع معي اللي هو كتابة الريفرانس جهازة الان انت ايش تعتمد هل تعتمد طريقة MLA ABA CAA How hard or Vancouver انت بتاخده بتعمل تنسخه و تكون عند الجهز بدل ما تكتب وتنظل في البيانات الموجودة على الدوكمن فمجرد ما تعمل تضلل تعمل تعمل نسخ و تعمل لصق في البحث أو في الفيسس تسهل على الباحث انه يسجل الريفرانسيس بطريقة سريعة أغلب الباحثين الغالبين تتبعوا طريقة ABA وهذه الطريقة هي المشهورة اللي هي كيف إحنا بنحط أسماء الباحثين في الأول ثم السنة النشر 1997 بعدين بتحط نقطة وعنوان البحث اللي موجود أمامنا وبعدين اللي هو المجلة اللي نشرته اللي هو اسم نتليني كانت فيكشورس ديزيز في 24 سبتمبر وهنا اللي هو الرقم اللي بيكون عنا رقم الصفحات من مية واثنين إلى مية وخمسة أو بيكون إذا كان E-A Journal يعني جرنال موجود مش ورقية رقمية بتلاقي أرقام هنا بتخص أرقام البحث في الإنترنت نفسها فهذه طريقة كتير سهلة بتسهل على الباحثين التسجيل والريفرنس لهذا البحث بطريقة سهلة وسريعة بقول لي هنا ولجيت انه بعض الأشياء اللي انا بديها مش مكتوبة بقوم بقاجي على البايب تيكس مثلا بعمل كليك عليها تطلع معايا البيانات كاملة اي نقص في البيانات اللي كانت موجودة هنا اللي كانت موجودة أمامي هنا ما بلاقيهاش ممكن اعنا من البسطة تكليك للبايب تيكس ألاقيها موجودة هنا وبالتالي هذا في حالة مكان مش موجود عندنا البيانات كاملة كانت موجودة خلاص في اجداعي ان انا اضغط على البايب تيكس او الري اس او ما الى ذلك ان شاء الله في المحاضرة الطادمة شكرا